لا تعرف غزة ما إذا كان العد العكسي لاجتياحها برا فعلا قد انطلق كل الإشارات تلوح بأن اللحظة السوداء قد اقتربت وهدف إسرائيل المعلن هو قطع رأس حماس ماذا بعد ذلك؟ ثمت سيناريوهات عدة لخصها تقرير لوولستريت جورنال في حال اقتلع الانتقام الإسرائيلي فعليا الحركة فقد تكرر إسرائيل سيناريو إعادة احتلال غزة وقد لا يكون واردا ابقاء قوات عسكرية مجددا في القطاع مما يعني أنها قد تنسحب بعد استهداف حماس تسمح للفلسطينيين بتدبير شؤونهم بأنفسهم بعد ذلك وهذا خيار محفوف هو الآخر بالتحديات فقد يمهد الطريقة أمام قوة متطرفة لملء فراغ السلطة وفق وولستريت جورنال وفي السيناريوهات التي طرحتها الصحيفة وارد أيضا أن تقوم إسرائيل بتمهيد الطريق لعودة السلطة الفلسطينية للقطاع لتتنصل بذلك من مسؤولية أكثر من مليوني شخص يعيشون في شريطا ضيقا من الأرض لكن في كل الأحوال على نتنياهو أن يقرر إما قطع رأس حماس وإما إنقاذ الرهائن إذ أن القيام بالأمرين معا وفق خبراء يبدو ضربا من المستحيل فالحركة وفق أصحاب هذا الرأي قد تقدم على تصفية الرهائن في حال مضت إسرائيل في مخطط للجياح البري والمعضلة الأكبر تكمن في تعامل النيران الإسرائيلية مع متاهة أنفاق حماس تحت القطاع فبإمكان الحركة استخدام شبكة أنفاقها لإخفاء الرهائن كل السيناريوهات تبدو معقدة في أعنف جولة قتال على الإطلاق بين حركة حماس وإسرائيل ودعم واشنطن لإسرائيل في مواجهة ما تصفه بالشر المطلق لحماس مطلق لكن الرئيس الأمريكي حذر إسرائيل من أن مغامرة احتلال القطاع مجددا لن تكون أنسب انتقام فحماس ليست كل القصة ثم تأطراف أخرى في المنطقة ويدها على الزناد ترجمة نانسي قنقر